مبروك مبروك لكل الاهلوية مبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمة ما خدناش بس غير 24 ساعة عبالما رجالة الاهلي وحوش الاهلي راحوا جابوا الكاس من كذابلانكا ويجي هنا في استوديوهاتنا في مدينة الانتاج العلامي عشان يكون موجودة على شاشة الاهلي احتفالا طبعا مع جماهيره العظيمة اللي هي الحقيقة يعني السبب الاول في انتصارات وامجاد النادي الاهلي على مدار سنين هو ده الحلم هو ده اللي بيحلم به ملايين الجماهير في كل انحاء افريقيا هو ده اللي اندية كتير جدا بتسعى وبتسخر كل امكانياتها وبتخطط وبتصرف عشان تحقق اللقب الغالي ده اهم القاب القرى الافريقية على مستوى الاندية كاس دوري ابطال افريقيا هو ده اللي الاهلي شالوا ورفعوا 11 مرة منهم 3 مرات في اخر 4 مواسم انا شخصيا شلت الكاس ده واحتفلت به معاكم هنا في السادسة 3 مرات اثناء وجودي مع جماهير النادي الاهلي على شاشة الاهلي المحترم خليني اقول لحضراتكم انه الانجاز ده انجاز تاريخي انه الانجاز ده يتخطب كتير جدا فكرة كسر الارقام القياسية او فكرة انك انت تنفرد بـ 11 لقب على مستوى القرى وده رقم الحقيقة صعب جدا على اي نادي يحققه الا النادي الاهلي مبروك لجمال النادي الاهلي كاس غالي جدا في ذكرى غالية جدا في مناسبة ما تقلش اهمية ولا غلاوة على قلوب الاهلوية زي ما عملناها كتير الاهلوية يعشقون التحدي وفي كل بطولة وفي كل لقب وفي كل كاس رفعناها عن جدارة كان في مشوارها صعوبة تحديات ظروف مش متوقعة بتبقى البطولة دي لها طعم تاني جدا مبروك لكل الاهلوية حلقة خاصة واحتفالاتنا مستمرة وهتستمر معاكم على مدار الايام اللي جاية احتفالهم بفوزنا وتتوجنا بواحد من اغلى الالقاب في التاريخ النادي الاهلي لقب دوري الابطار رقم 11 فاصل ونبدأ حلقتنا بيفرق بجد بيفرق كتير انك انت هتتكلم عن حلم البطولة قبل ما تعرف نهاية القصة هتكون ايه بيبقى فيه ثقة وبيبقى فيه تفاؤل بيبقى فيه امل فيه كل شيء ايجابي الحقيقة مع الاهلي الاهلي عودنا على ده مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانت التوقعات مش في مصلحتك ومهما كانت بتقال عليك حاجات طول الموسم انه الاهلي السنة دي بعيدة عن التتويج لكن انت دايما كاهلاوي دي ثقافة الاهلوية دايما كاهلاوي مهما كان صعوبة التحدي مهما كان يعني ترجع المستوى مهما كان الكبوات اللي حصلت على مدار الموسم انت عندك ثقة انك انت تقدر تكمل لنهاية المشوار احنا فيه دروس كتير اقوى في التاريخ علمتنا ده علمتنا انه ثقافة الاهلي انه ما بيستسلمش لغاية النهاية وانه بالنسبة له الهدف الاول والاخير من ضربة البداية في اي بطولة هو الوصول للقب هو الوصول لمنص التتويج وهكذا تعود جماهير النادي الاهلي انت تكلم على البطولة في قل من ثلاث سنين فرقتك كسبتها ثلاث مرات باستثناء مرة ربعة غابت لموسم واحد فالجماهير ما استحملتش يعني فيه اندية تاخد البطولة دي او اللقب ده مرة واثنين وتغيب عشر سنة عشر سنين وعشرين سنة وممكن تغيب عن المشهد خالص يعني تنتهي من الوجود لكن جماهير الاهلي غير وده اخد بالك بيرفع قوي قوي من سقف التوقعات والتحدي يعني النهاردة انت اخدت بطولة افريقيا سيبك من الناس كلها يعني اي حد يقابيني في الشارع يقولي ال 12 ان شاء الله جاي طبعا اكيد طبعا الاهلي لما يخش البطولة الجديدة او النسخة الجديدة من دولة الابطال هيبقى اكيد عينه على انه يحقق اللقب لكن تعالى نتكلم على مستوى التحديات وسقف التوقعات ومعايا سقف الطموحات اللي عالي مع الحداشر خد بالك انت بتتكلم على ثقافة في جيل من الاهلوية النهاردة يعني بالورقة والقلم كده تعالى نحسبها احنا 2023 يعني موليد الالفال جديدة اللي تولدوا يعني بداية من 2000 2001-2002 الشباب اللي النهاردة عندهم 20-21-22 او بكتير 23 سنة مش دول موليد الالفية الفورت جينيريشن زي ما بيسموهم او الففت مش عارف والله مهم يعني دول ما فتحوا عنهم في الدنيا مالقوش غير الاهلي يعني هما ما شافوش حاجة تانية غير الاهلي الاهلي هو اللي دايما على منصة البطولات الاهلي دايما هو اللي بيغرد خارج السرب الاهلي دايما بتعمله حساب من العتولة ومن الكبار ومن كل الانديك كبيرة على مصابق افريقيا الاهلي اللي عودك دايما انه يحقق لقب البطولة في 23 سنة سيبك من الاهلي يوصل كم مره النهائي الاهلي محقق تسع ألقاب ومنهم ألقاب يعني ما اتخذتش منه كورة اتخذت منه حاجات تانية لكن في النهاية تعالى نتكلم عن اللي احنا كسبنا احنا كسبنا تسع ألقاب في الالفية الجديدة ففي جيل جديد في شعبية جديدة في قاعدة جماهرية عريضة جدا بتزيد يوم بعد يوم مع كل لقب وكل تتويج النهاردة الشباب اللي بيتولد بيشوف النادي الاهلي هو بس اللي على منصات التتويج هو بس اللي مشرف الكورة المصرية افريقيا وعالميا سيبك من الحسابات جوه لان الحسابات جوه فيها كلام كتير قوي حسابات جوه فيها كلام رغم انه الاهلي هو اللي مسيطر لكن على مستوى المنافسة تقريبا منافسة شبه معدوم لكن لما تروح كاس العالم مستوى عالي جدا جدا من المنافسة نستنى وننتظر ان احنا نكون قده ونقدر نحقق فيه النهاردة لما تروح تقول لجمهور الاهلي او تكلم جمهور الاهلي ان شاء الله في نسخة اللي جاية في السعودية في كاس العالم لما تقوله ميداليا برونزية جبنيها ثلاث مرات انا بحلم او طموحي ميداليا فضية بحلم ان اوصل مبارنة اياه داني مرا واحد نكسب نخسر بس نحقق انجاز جديد واكيد في يوم الايام الاهلي ممكن يحقق الميداليا الده لما تيجي تتكلم على سوبر ليج افريقيا وديها تبقى بطولة طبعا هي الاولى نسخة الاولى ومستوى التحدي فيها لان الجواز المالية فيها كبيرة جدا هيبقى اصعب واعلى شوية من بطولة دوري الابطال وبالتالي مستوى تحدي جديد انت دخل عليه كل جمهور الاهلي عينيهم من النهاردة على البطولتين دول قبل طبعا ما نتكلم على بطولة الشامبيونز ليج الجديدة وخليني اقولك بقى نظرتي للامور او ازاي الواحد بيشوف الامور بعد ما نرتاح ونهدى ونتطمن انه اللقب وانه كاس البطولة بقى في دولاب بطولات النادي الاهلي بتبص الامور بشكل مختلف تماما سيبك من كل الكلام اللي تقال على مشوار النادي الاهلي انا بشوف ان الكلام ده كان واحد من الحاجات اللي حطتها رجالة الاهلي ونجو من النادي الاهلي تحت رجليها عشان تطلع لفوق وتوصل للفوز باللقب وبالبطولة سيبك من كل الكلام او المطباط اللي انت ممكن كجمهور يعني بدون قصد طبعا أنا عارف طبعا أنه حتى الناس اللي تبقى متعصبة أو تبقى متضايقة في مرحلة من المراحل بيبقى فيه انتقادات بيبقى فيه هجوم على لعابين على إدارة بدفع الحب والغير على النادي الأهل الناس اللي مدفوعة أو الناس اللي بتحاول يعني تعمل ده لغرض آخر دي مش في حساباتي على الإطلاق لكي أبتكلم على الجمهور النادي الأهل دايما نستنى العبرة بالخواتيم زي ما بيقولوا والأهم في النهاية هو الحساب على الفطورة حققت ولا ما حققتش القصة والتفاصيل ممكن نصبر عليها شوية وده واحد من الدروس اللي بتمنى أنه الشباب الصغير والجيل الجديد اللي طالع من المشجاعي ومحبي والناس المنتمية بجد وبتحب الأهل بجد أنها تفهمه دي نمرة واحدة نمرة اتنين ناس كتير حاولت تصدر لك مثلا فكرة العقدة على الرغم من الحقيقة أنه الكلام اللي تقال على نجوم النادي الأهلي حتى في لحظات الاحتفال بالبطولة أنه الأهلي هو عقدة أفريقيا تعالوا جماعة نشوف بجد مين اللي أصبح عقدة تعالوا نشوف الأهلي مع كبار أفريقيا في آخر تقريبا أربع خمس سنين حجموا عدد المواجهات ونتائجها كانت لصالح مين الأهلي لما تشوفوا في تونس مثلا الموسم ده والموسم اللي قابله الأهلي لعب ثلاث مباريات في تونس اتنين منهم مع الترجي وواحد منهم مع تحالي منستيري ما خسرش ولا مباراة بل إنه كسب الترجي خرج الأرض مرتين الأهلي على حساب شابية القبائل الموسم اللي فات تأهل على حسابه ووصل لنهائي البطولة الأهلي على حساب الوداد والرجاء ونهضة بركان لعب في المغرب أو لعب مع أبطال المغرب أربع نهائيات على أربع ألقاب لعبنا سوبر مع نهضة بركان وكسبناه لعبنا سوبر مع الرجاء وكسبناه لعبنا تنين نهائي دوري أبطال مع الوداد هما كسبوا واحد كم مباراة في المغرب في السنوات الأخيرة في مواجهة الوداد على ملعبهم في الضار البيضة لعبنا ثلاث مباريات الأهلي كسب واحدة والوداد كسب واحدة والأهلي تعادل في واحدة يعني الأهلي ما بيخسرش أو مخسرش في مبارياته في شمال أفريقيا في الأربع سنوات الأخيرة غير مباراة وحيدة خارج أرضه أنا مكنمش على جوه أرضه نكسبنا الرجاء هنا مرتين كسبنا الترجي هنا مرتين كسبنا الوداد هنا مرة وفي كازابلانكا مرة يعني الحقيقة الأهلي هو عقدة فرق أفريقيا كلها وفي النهاية القصة والتفاصيل ما بتفرقش الأهم هو الوصول للهدف وده للأهلي دايماً بينجح فيه مبروك عليكم الأميرة السمراء في قصة حب وقصة عشق وقصة رومانسية كبيرة جداً بتحبنا وإحنا كمان كجمهورنا دي الأهلي بنحبها ده كاس البطولة مكتوب عليه طبعاً من تحت تشامبينز ليج فمبروك الجماهير نادي الأهلي والكاس من أول الحلقة النهاردة معنا طول وقتنا طيب نروح لأخبارنا النهاردة ومناسبة كلامي عن نهاية دول الأبطال أنا حابب أتكلم طبعاً فين جوم كتيرة جداً تقلقوا وليزم يأخذوا حقهم لما في وقت من الأوقات إحنا أو إنتوا كجمهور بننتقد أنا ببقى متفاهم بشكل كبير جداً والانتقاد ده هدفه أنه يخلق حافز أنه يعني نظرة اللعب ده أو نظرة الجهاز الفني أو نظرة واتيفر أو هوافر مين بنتكلم عليه تتغير مصاره يتصلح وفي أوقات كتير جداً بنوجه انتقاد وجمهين نادي الأهلي بتوجه انتقادات لما ييجي وقت الحساب يبقى لازم ندي كل حد حق أنا بشوف الحقيقة نجوم كتير جداً تقلقوا الموسم ده بشكل عام في يعني في كل البطولات وفي دوري أبطال أفريقيا لازم ندي كرادة الحقيقة لأبطال النادي الأهلي مش هنسى حد لأنه الكل شارك وزي ما اتفق كل اللعيبة أنه اللقب ده يحسب للفرقة للكيان لإسم نادي الأهلي مش للاعب لكن في لعيبة الحقيقة كانت مؤسرة جداً في مشوار الأهلي في بطولة دوري الأبطال منهم الحقيقة نجم النادي الأهلي محمد عبد المنعم مدافع بدرجة هداف أو هداف ضل الطريق لخط الدفاع ولكنه أصبح واحد من أفضل مدافعي القرى الأفريقية مش بس الكرة المصرية محمد عبد المنعم اللي فاز واختاره اتحاد الأفريقي عشان يكون أفضل لاعب في نهاية دوري أبطال أفريقيا زي ما أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري الأبطال اللي طبعاً بيتبع الاتحاد الأفريقي واتكلم على إجادة محمد عبد المنعم وقد إيه دوره كان مؤسر في مشوار النادي الأهلي عموماً وقد إيه كان دوره مميز جداً جداً في مباراة النهاية اللي جمعته بالوداد في كازابلانكا مش بس عشان هو اللي سجل هدف الحسب لكن على التويتر على موقع تويتر طبعاً كان فيه تدوينة فيها يعني زي فيديو كده لمحمد عبد المنعم والأهم لمساته في المباراة النهائية وكان فيه تعليق كده أو تويت على الفيديو ده دفاعاً وهجوماً أداء رائع من محمد عبد المنعم استحق عليه حصد جائزة أفضل لاعة في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا عبد المنعم بالمناسبة هو اللي افتتح أهداف الأهلي في التحدي المنستيري في تونس وهو اللي اختتم أهداف الأهلي في كازا بلانكا في مباراة الوداد واحد من أفضل الحقيقة لعابة النادي الأهلي ابن النادي الأهلي بالمناسبة وابن قطاع الناشئين في النادي الأهلي محمد عبد المنعم بيرسيتاو كهربا حسين الشحات حمدي فاتحي أروان عطية علي معلول ياسر إبراهيم ومتولي محمد هاني السلية يعني أفشة أنا بشوف أنه أفشة على الرغم من أنه الوقت اللي أتيح لي للمشاركة كان قليل ما كانش يعني بلعب بشكل أساسي لكن في كل الفرص اللي أتيحت لي أو الوقت اللي شارك فيه أفشة دايما يصنع الفارق أفشة دايما يصنع الفارق مبروك لكل نجومنا تستحقه تعبته أنا متأكد طبعا حجم المجهود وحجم المعاناة وحجم الظروف القاسية اللي أنت واجهتوها في كم كبير جدا من البطولات بتاخدوها على أعلى مستوى في عدد كبير جدا من المباريات محتاج كفاءة بدنية وفنية ومهارية وقدرات معنوية ونفسية عندكم دايما القدرة أنكم تجددتوا الدوافع عندكم دايما الرغبة في أنكم تفرحوا الأهلي وتفرحوا جماهيره مبروك عليكم فوز غالي جدا وبتهالي تتويج الحداشر ده خط الجيل ده من اللعيبة في خانة يعني مميزة جدا جدا بمناسبة طبعا مش عايزين ننسى بكرا عندنا مباراة مهمة لمنتخب مصر مباراة في مواجد غينيا هتتلاعب على ملعب ساد مراكش تقريبا في المغرب وبالمناسبة يعني المناسبة كدامي عمين 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 عم وياسر إبراهيم هم السنائي الأعرب لقيادة خط دفاع منتخب مصر طبعا فيه انسجام كبير جدا بينهم دي طبعا لقطات من تدريب المنتخب الوطني بقيادة روي فيتوريا المرة دي معكوسة بقى يعني النهاردة بنسمع مسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري بيكلموا أو بيوجهوا يعني الكلام لاتحاد الأفريقي إنه فيه حالة استغراب بشكل كبير جدا من سياسات اتحاد الأفريقي في التعامل مع الكرة المصرية سواء على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية الكاس اللي ده منه الأهلي لما كان رايح يلعب بطولة كاس العالم فيه كاس العالم للأندية في نفس التوقيت اللي منتخب مصر كان بيلعب بطولة أفريقيا المرة دي الأمور معكوسة اللعبة الأهلي بتخلص نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب في مواجهة الوداد يوم 11 منتخب مصر بيلعب مع غينيا في تصفيات أمم أفريقيا يوم 14 طبعا شيء مش منطقي ومش طبيعي وإحنا يمكن قلنا وكأن الاتحاد الأفريقي عنده جزر منعزل يعني مفترض أنه يبقى فيه تخطيط وتنصيق في وخصوصا نكتكلم على مصر مصر دولة كبيرة جدا لما تيجي تتكلم على الكرة في أفريقيا لازم تحط مصر دايما قدام عينيك لازم تعرف أنه المنتخب المصري هو أكتر منتخب محقق بطولات على مستوى قارة أفريقيا وأندية مصر وفي مقدمتها النادي الأهلي هي أكتر أندية محقق بطولات على مستوى الأندية الأفريقية لما تتكلم على قوة المنافسة يبقى مصر دايما لازم تبقى حضرة لما تتكلم على موعيد أو جداول بطولات لازم يبقى فيه تنصيق والأخدف الاعتبار دايما أنه يكون فيه مصلحة المنتخب المصري ومصلحة الأندية المصرية لابد لابد أنها تأخذ فيها الاعتبار لكن في الوقت اللي فيه منتخبات كتيرة جدا هتلعب يوم 17 ويوم 18 ويوم 20 منتخب مصر بيلعب بعد يومين يعني لعبة الأهلي خلصت يوم 11 أكيد طبعا مش هتعمل حاجة يوم 11 ويوم 12 هيبقى استشفى مش هيبقى عندهم وقت غير تمرينة وحيدة يوم 13 اللي هو النهاردة اللي حالكم شايفين لقطات منها دلوقتي قدامكم ومطش يوم 14 اللي هو بكرة وده شيء ما بيحصلش في أي حتة في العالم النهاردة إن شاء الله لمسات الأخيرة على منتخب مصر نرجع لأجندة المباراة الدولية مرة تانية عندنا مطشين مع المنتخب بقيادة ريف فيتوريا طبعا المطش الأول هيكون بكرة أمام غينيا والمطش الثاني مباراة ودهية هتكون أمام جنوب السودان إن شاء الله في القاهرة يوم 18 معظم المحترفين الحمد لله نضموا للمنتخب باستثناء اللعيبة طبعا اللي كان عندها إصاباته ومختارهاش مستر ريف فيتوريا لقايمة المنتخب للمباراتين لكن طبعا من لعابة الأهلي فيه تسعة محمد شناوي أحمد عبدالقادر محمد هاني ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم مروان عطية حمدي فتح حسين الشحات وطبعا معهم محمد كهربا دي العابة الأهلي اللي استمرت في المغرب عشان تنضم المعسكر منتخب مصر هناك قبل مبارات غينيا إن شاء الله اللي مفترض النهاردة كمان ساعة 6 بدأ بالفعل مؤتمر صحفي لمستر فيتوريا هو اختار أنه يكون معاها تريزي جي هيتكلموا فيها عن مبارات المنتخب مع غينيا إن شاء الله وأعتقد أنه فيتوريا زي ما عبر عن غضب وقبل كده بسبب تحديد يوم 14 كموعد يعني المبارات مصر أعتقد أنه هيعبر عن غضب النهاردة لأنه طبعا شيء مش احترافي بأي شكل من الأشكال وروي فيتوريا هيتكلم طبعا على معسكر المنتخب وعلى المرحلة اللي جاية بالنسبة لمنتخب مصر سواء المباراة رسمية بكرة أو المباراة الودية يوم 18 إن شاء الله في القاهرة كل التوفيق لمنتخبنا وده هيكون جزء من كلامنا واح وردنا مع نجمينا النهاردة اللي بيشرفنا في السادسة كابتن هاني العجيزي هيكون ضيف علينا لكن بعد الفاصل أهلا بيكم مرة تانية أعظم جماهير نادي في الكون والبطولة دي على فكرة كمان بتأكد على حاجة مهمة جدا إنه الأهلي يغرد أفريقيا منفردا لأنه الفرق بينه وبين كل المنافسين أو أقرب الناس تحقيقا لنفس البطولة بعيد جدا حط كل كبار القرى في كفة والأهلي في كفة تانية مازمبي الزمالك سانداونز الترجي الوداد الرجاء كل دول حقيقة بعيد جدا جدا عن الرقم 11 البطولة اللي حقق الأهلي بس من 48 ساعة احتفلات جماهير النادي الأهلي العظيمة وفرحتهم مستمرة ومنحتفل ومنكمل فرحتنا مع واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار الحقيقة كابتن هاني العجيزي يشرفنا النهاردة فيه السادسة كابتن هاني مساء الخير ومبروك ألف مبروك طبعا على اللقب الجديد والبطولة الجديدة للنادي الأهلي مساء الخير أبو حميد أنا مبسوط أني أنا موجود معاك وحشني وطبعا عايز أبارك لجمهور النادي الأهلي على البطولة 11 البطولة غالية البطولة مهمة وبطولة صعبة جدا من البطولات اللي النادي الأهلي خدها بصعوبة ودي ميزتها يعني دي ميزتها أن النادي الأهلي يخدها ويعني كان الناس كلها في شبه ما فيش شبه أمل أن النادي الأهلي ياخد بطولة فالحاجة لما تيجي وهي صعبة يبقى لها طعم كبير فطبعا أنا ببرك لجمهور النادي الأهلي كله ببرك لمجلس الإدارة ببرك للعيبة اللي تعبت ببرك لجهاز الفني أي حد ينتمي النادي الأهلي بقوله ألف مبروك وإن شاء الله بإذن الله نفكر في الـ 12 بإذن الله إن شاء الله خليني أقول له وأخد من كلامك الحقيقة بتدي كلام بفكرة الصعوبة أنا بشوف أنه جمهور النادي الأهلي بتفرح أكتر بتتبسط أكتر ما بتنساش أبدا البطولة اللي خدناها من رحم المعاناة زي ما بيقول يعني البطولة اللي جات في سيناريو غير متوقع أو سيناريو الأمل في ضعيف تفرق كتير جدا عن بطولات كان الأهلي حسمها أو حسم ألقابها بسهولة أكيد أكيد طبعا كلنا زي ما قلت لك أبو أحمد أنا كنت هنا موجود في السيدي مع كابتن إسلام الشاطر بعد ماتش سانداونز ويعني كان فيه إحباط كبير جدا من بعض جمهور النادي الأهلي لكن الناس اللي لعبت في النادي الأهلي والناس اللي بتنتمي النادي الأهلي عارفين إن ما فيش حاجة مستحيل في الكورة وبالذات مع لعبت النادي الأهلي ومع النادي الأهلي خصوصا وده اللي شفناه يعني كلنا حتى لو فيه بسيس أمل لواحد في المية لأ مدام عندك أمل اتمسك به وكل حاجة بتجي بالتعب وشفنا شفنا النادي الأهلي يعني السنة اللي فاتت كان فيه ناس كتير بتتكلم على بعض لعبت النادي الأهلي إن هي لا تصلح النادي الأهلي دلوقتي الناس كلها بتشيد باللعبت النادي الأهلي بتشيد بمستر كورر بتشيد بمجلس الإدارة واختياره لمستر كورر بصراحة كان اختيار زي ما أشدنا بمسماني بصراحة شابولي كابتن محمود الخطيب والمجلس الإدارة كله باختياره مستر كورر رجل خلاص بدأ يخش بقى في حتة إنه بينافس بقى جزيه بينافس مسماني بينافس يعني الموضوع بقى غير بقى فيه طموح أكبر حط نفسه في حاجة صعبة إن انت دلوقتي الناس بتتكرنك بمسماني وجزيه وده يعني كان شيء ما مستحيل إن حد يتقرب بمسماني وجزيه فهو حط نفسه في الموقف ده في خلال تسعة شهور أو عشرة شهور فده إنجاز كبير جداً ليه وأنا متأكد مع الكوارية اللعبة اللي موجود في النادي الأهلي وبعض التدعيمات المهمة للنادي الأهلي محتاجها أعتقد إن الرجل هيروح في مكان بايت طبع لأنه المنافسة كمان يعني راحة في مكان تهيه ده أنا أقوله أنت خلاص حطيت نفسك في مكان إن أنت لازم خلاص النادي الأهلي أنت وصلت للمرحلة دي النادي الأهلي عايز إيه اللي بعد كده إيه الخطوة اللي بعد كده إيه الأحسن اللي بعد كده إيه المركز اللي بعد كده هجيلك في اللي جاي كله تخد بالك كمان إنه أنت كل ما بتأكد على ريادتك وتفوقك ده بيخلي حالة التحفز اللي موجودة عند كل منافسيك أعلى وأعلى يعني 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 الأهلي هو ما فيش في قارة أفريقيا كلها غير الأهلي فاهم أصلي يعني بحاول دائما أحط نفسي مكان المنافسين كل وكلهم فرق كبيرة سانداونز فريق كبير الترجي الوداد الرجاء المولودية يعني كلها فرق كبيرة وعندها تاريخ وقدمت نجوم كبيرة جدا فبالتالي فكرة الأهلي يسيطر دي أعتقد بالنسبة لهم هتبقى فكرة مرفوضة وخاصة لسيطر أنا شعلي حس نمو الناس بلا يتهمد بصراحة يعني لا يكون فعالهم بصراحة بجد والله العظيم أنا لما كوني ليا منافس زي النادي الأهلي لأ الموضوع صعب صعب جدا النادي الأهلي زي ما اتكلمنا قبل كده عنده طموح بلا حدود عنده جوع بلا حدود يعني دايما عاوز دايما عايز يكسب دايما خط بطولة بنفكر في اللي بعدها ودي حاجة متلاقاشة اللي في الفرق كبيرة زي الريان مدريد يعني ما تشيصر لناية المسلا أيام ما كان بياخد بطولات الفرق دي اللي هي بتعرف تاخد بطولة ازاي عندها الامكانيات ان هي تقدر تاخد بطولة فاعتقد ان المقاومات دي كلها مش موجودة في فرق قليلة في العالم كله مش اقولك بس في مصر لا النادي الأهلي معروف في فريقيا هو الفرق الوحيدة زي ما انت بتتكلم شفتك النادي الأهلي 11 بطولة يعني من قارب منافس لي تقريبا 6 أو 5 مطولات فالموضوع ضبل يعني ضعف قصدي سوري ضعف فالموضوع بعيد وزي ما انت قلت الناس بدأت يعني مفهود ان يبقى عندهم حافز لا انا شايف ان الناس خلاص فكتت الامل انها تفكرت انها تنافس النادي الأهلي لا اخد بالك كمان انت رايح لبطولتين في منتقى الاهمية ومنتقى القوة قصة فكرة ان يبقى في بطولة في افريقيا اسمها سوبر ليج هيبقى ليها بروباجاندا وليها جواز ملايه كبيرة جدا هيخلق اكيد ويجادة ضعفة عند الفرق اللي هتشارك فيها وهتبقى متحفزة اكتر للأهلي لانه عارفين اي فريق بيلعب فيهم عارف انه الاهلي هو المرشح الاول وان الاهلي هو التهديد الحقيقي وبالتالي الكل هيعمل على انه فكرة انه الاهلي يخرج وازاي نخرج الاهلي وبعا كان نبقى تفاهم بنا وبن بعض ما دي حاجة كويسة دي حاجة كويسة ان احنا انت تلاقي منافس ليك وندي ليك في بطولة كبيرة زي البطولة اللي هتتعامل دي فدي حاجة كويسة مش حاجة وحشة النادي الاهلي برضو مهما كان بيدور على منافس انت خلاص انت وصلت للكمة بدأت تاخد بطولات كل سنة 3-4 بطولات فالموضوع بالنسبة لك انت هتبقى محتاج حدي نفسك فالموضوع برضو سهل وفي نفس الوقت يبقى صعب على المنافسين حتة برضو اللي تكلمت فيها موضوع المنافسة وكلام ده يعني انا متأكد ان سانداونز غلطه في موضوع ماتش الهلال انه هو مقابلش النادي الاهلي بس كلمنا فيها برضو اي حد كان موجود مكان سانداونز او ادارة سانداونز كان يفكر انه هو يبعد الاهلي ماتش الهلال اللي هو تعادل فيه مع الهلال يعني اي حد مكانه وعارف ان النادي الاهلي بالكوة دي كان هيفكر ان هو يسيب الماتش لكن انا اتكلمت فيها وقلت ان النادي ادارة سانداونز لا ادارة محترمة ادارة بتفكر بتفكير احترافي وشوفنا الكلام ده في ارض الملعب في ماتش الهلال ولعبوا اه ملعبوش فولتيم وكل حاجة لكن قدروا ان هم يعني يلعبوا جيم كويس مع النادي الهلال وبالتالي النادي الاهلي كسب الهلال هنا وصعد ونادي الاهلي كامل ولعب سيمي فايلال واخد البطولة دهو من بعد سانداونز بتقولته انك جيت هنا الستوديو مع كابتن اسلام بعد ماتش السانداونز تعرف هاتول انه هاني العجيزي ضيف قلبه تقيل يعني يعني خدوا بالكم لا تقيل يعني يعني لا قلب الجامل طبعا لا لا فيه ناس كتير جدا يقولوبها بيبقى خفيف جدا يعني في المناسبة زي دي فيه ناس كتير جدا متحبش تطلع طب انا هقولك حاجة لما بنيجي نرتب حلقات ما بعد المباريات النهائية يعني احنا كعندنا مطش مع الوداد مثلا لما بنيجي ترتب حلقات ولسه النتيجة مش معروف الاهلي ممكن يكسب والاهلي برضه ممكن يغسى صح فيه ناس كتير جدا يعني ما تطلبنيش ما تتكلمنيش في الايام دي انا ما قدرش لو لا قدر الله نتيجة ما جاتش في صالحنا ما قدرش اطلع قبل الناس وانتع برضه ده جزء من صعوبة الشغلانة طبعا يعني انك انت تطلع تكلم جمهور طبعا فيه ظروف صعبة فيه ناس كتير تتخاف من ده عشان كاي بقول لك انت قلبك قاعد يعني طبعا لك الحاجة جميع انا ابو عالي مكلمني من قبل المطش اه من بعد مطش القاهرة كان احساسك ايه هاني يعني كنت حسس انه 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 احنا راحين نجيب البطولة وانا قصة مش باية مش واضحة بالنسبالك ولا الامل صعب ما عنديش واحد في المية ان الناد الاهلي ممكن يخسر البطولة بالذات في نهائي بالذات في نهائي اه الا في حالة السسنة واحدة اللي حصلت السنة لفتت اه الاجواء اللي كانت موجودة المحيطة باللعيبة والظروف السسنة والظروف والكلام ده بدليل ان احنا شوفنا السنة دي الناد الاهلي لما لعب كورة اه الناد الاهلي على فكرة عشان برضو اللي بقى نكون صراحة الناد الاهلي اه ما كانش يعني ما عملش مطش عالي جدا اه او عالي قوي وبالتالي عارف ان ياخدوا البطولة دي بقى الميزة ان انت لما يكون ما يكونش في حالتك وتوصل نهائي وبرى ارضك وتقدر ان انت تجيب جول وفي المطش اللي هنا تكسب فالموضوع مش سهل زي من الناس متخيلها الناد الاهلي بقى فرعب نهايات دي ميزة البطل الناد الاهلي وانت مش في حالتك كمان وتقدر تاخد بطولة من وسط الجمهور المغرب فدي حاجة مسهلة لا ومتاخد البطولة وانت متأخر بالزبط فدي حاجة مسهلة وانت متأخر دخل في الجون كان ممكن تجيب التاني والتالت في فرقة كتير ممكن تنهار بعد الجون ده او في شخصية لعيبة ممكن تنهار في الملعب بعد احساسهم بصعوبة المهمة ما يخلهمش يدروا يرجعوا مرة تانية بالزبط خليني اقولك انه دي اول بطولة الاهلي لعب 16 نهائي طوج ب11 لقب اول 16 بطولة طويلة دي اول بطولة طبعا انا ما تكلمش على السوبر الافريقي وغير الابطال الكؤوس وانت كلمش 16 دوري ابطال الاهلي اول مرة بياخد لقب من فريق مغربي حاجة مش سهلة 11 دوري ابطال خدنا 82 أشانتي كوتوكو 87 الهلال السوداني 2001 سانداونز 2005 النجم 2006 الصفاقسي 2008 كان القطن الكاميروني 12 ترجي 13 أورلاندو بايرتز الجنوب الافريقي 20 الزمالك 21 كايزر تشيفز ودي 23 وليس انت ذاكت كويس اه لا دا احنا عدينهم اه اه احنا عدينها اخد بالك انت شغل مع اقوى جهاز مخبرات في الكنترول جوا يعني اه معلومة اول بطولة تاخدها مفالية مغربة طبعا يعني لها طعم برضو يعني بيتذات كمان انت خسرت البطولة السنة اللي فاتت من نفس الفرقة ونفس الاجواء تقريبا برضو الجمهور وبتلعب بره ارضك والكلام ده كله فدي حاجة ما كانش ينفع الناد الأهلي انه يخسر بطولتين ومرة بعض احمد بالشهد ده ما ينفعش مش الناد الأهلي خالص فبالتالي لها طعم بحل وطعم مميز بتالي لنناس كلها بتقولك ان هي البطولة دي غالية زي بطولة ماتش الزمالك السنة اللي قبل اللي فاتت فبالتالي المباراة يعني البطولة مش سهلة وكمان اللعيبة كمان زي ما قلت لك يا احمد ان اللعيبة تعبت في البطولة دي بشكل جبير انت والناس يعني طبعا الزمالي هنا في القناة بيبقوا حارسين ان هم ياخدوا في قبل الحلقة او في الفاصل صور مع الكاس بتاع البطولة هاني بيقول لهم اتصوروا انتوا فرحانين انا تعرفوش البطولة دي جات ازاي انا تعرفوش الناس بتتعبوتش عشان البطولة دي تبقى موجودة هنا فعلا وكمان خلي بالك ايام زمان كان الموضوع صعب السفر تعرف في فريكس ايام زمان يعني السنة بتاعت الكتن الكاميروني دي انا كنت موجود في النادي الاهلي بس كنت لسه جاي النادي فكان فيه فترة تنكلات اللعيبة فكان عماد متعد كان جاي ووقع الجمعة كان جاي من السعودية تقريبا واحمد فتحي وفكان فيه اتنين بس او تراتة بس اللي يتأيدوا فما حصل ليش الشرف ان انا كن موجود لكن حضرت الاجواء وحضرت المراسم التتويج وطبعا فعلا الناس بتتعب اللعيبة بتتعب بشكل كبير جدا اسكاني جهاز فني اداري طبي لعيبة ادارة الادارة دايما في ظهر الجهاز الفني في كل مكان فالموضوع مش سهل زيما الناس متخيلة لا الموضوع صعب جدا ضغط عصبي ونفسي وزهني ايه اكتر حاجات بتشيلو همها كلعيبة كفريق يعني يعني انتو بتهايلي برضو وكانش فيه سوشال ميديا اوي خالص او كان النادي النادي الاهلي كانت لسه 2007 تريبا او 2008 تريبا او 2008 بتتدي او لا مواقف كتير مواقف كتير السفر بالزيك بيبقى متعب بالزيك تمان اللعيبة الدولية يعني انتو شوفت النادي الاهلي الوقت اللعيبة تريبا فيه تمان اللعيبة استنوا في المغرب تسع العيبة ايام بقى ابو تريكا وبركاته النادي كان والله العزيز او بحميد كان بيحطوا الشنطة في النادي بتاعتهم تاني يجو من الطيقة او مصحف زي بولك كده الفاكري العيام دي ابو تريكا وبركاته النادي كان بيحطوا الشنطة ما كانوش بيروح البيت وكان يعني بيجيبوا الاسر بتاعتهم في النادي بيشوفوهم يسلموا عليهم والله العزيز يقول لك جدا ويسافروا تاني باهم التخب لمدة مثلا شهر أو شهر ونص كل يوم على النظام ده بس خد بالك برضو انه الجيل ده يحسب له حكتين يعني الجيل اللي انت لعبت فيه طبعا انا عارف انه في جميع الاحوال احنا متفقين فيه تعب ومعاناية مفيش نجاح وخصوصا على مستوى قارة افريقيا تتكلم على قارة صعبة يعني قارة صعبة من حيث الجو قارة صعبة من حيث البنية التحتية والملاعب قارة صعبة من حيث الاقامة طيارات قارة صعبة من حيث ساعات السفر بالزبط عكسنا من اوروبا يعني انت اوروبا عشان تروح من دولة لدولة يعني منتغى سهولة منتغى سهولة وفيه رفاهية وفيه امكانيات مادية كبيرة جدا فقارة افريقيا متعبة لكن برضو انت كنتوا بتلعبوا وفيه جمهور في المدرجات انتوا كنتوا بتلعبوا وانتوا ما بتلعبوش كل سنة الكم الكبير جدا من المطشاط ده يعني جيل ده الحقيقة كنت ابتاخده بريك بين السيزن والسيزن بشكل طبيعي جدا الجيل ده بقى له اربع سنين ما بيغنش يعني منتخب مصر بطرق افريقيا بطرق عربية كاس عالم دوري ابطال دوري محلي كاس وكاس احنا ملعب في كل موسم كاسين كاس قديم وكاس جديد طبعا الجيل ده اعتقد يعني ليه كريدت زيادة شوية اكيد يعني حيث المشقة اللي بيوجوها في تحيي الالقاب اكيد بس الناس ما بتبقاش حاسة بالحاجات دي يا احمد الناس ما بتبقاش حاسة بالتعب والارهاك اللي اللعبة بتمر بي وان هما بيعودوا فترة بينا بيشوفوش اهليهم ولا ولادهم ولا الكلام ده لكن هي دي سنة الحياة ده شغلك ده اكل عيشك زي ما بنقول ان انت لعب كورة لعبة أوروبا بتبقى نفس الكلام على فكرة محمد صلاح برضو تقريبا بيشوفش ولاده طبعا عشان ولاده وقعدين هناك فبيشوفش قسرته عمتا إلا كل فين وفين في أجازة آخر السيزون فالحاجات دي دي حاجة بتاعة ربنا اه بدريبة بالزر لكن انا عايز اقول ان البطولة جماعة بالذات أفريكا زي ما احمد قال ان البطولة دي مستهلة خالص ولا وفيها تعب كبير جدا 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 من سفريات من مباريات من مطشاط بتبقى ساعات حيانا بتبقى العصر في المطشاط دي في أفريكا الموضوع بيبقى صعب جدا بتلعب في أماكن فيها الرطوبة عالية فالحاجات دي المواكف دي كلها اللعب بيمر بيها بالزرعة في أفريكا لكن المطشاط هنا دلوقتي المطشاط بتبقى بالليل كلها من معظم المطشاط بتبقى بالليل فعايزين نقول بس ان البطولة دي مستهلة طولة صعبة جدا 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 والنهاية تبقى موجودة في السنة هنا دي حاجة كبيرة ولازم جمهور الأهلي يفتخف بيها هو الأهلي يكفي دعم جمهوره أنا ما عنديش شكف ده لكن هل شفت انه كنادي هو اللي موجود على السحف أفريقي هل نادي المصر الوحيد اللي بيحقق إنجازات بيحقق بطولات بيحقق ألقاب عالميا أفريقيا هل شفت انه كان فيه دعم مناسب لانه رايح يلعب نهاية خارج أرضه في كازابلانكا في موجودة الوداد واحد من أكبر أندات القرى أعتقد ان العدد ما كانش كافي يعني العدد بتاع جمهور النادر أهلي لكن جمهور النادر أهلي في كل مكان على فكرة كان قبل السفر حتى شفت انه الأجواء في مصر هنا مشجعة داعمة عشان هي نتيجة أزلك يعني فعلا أن الناس كان عندها نقولنا أن الناس كان عندها شوية أحباط حتى شفنا اللعبة وصر يعني شفنا كم صورة العالم معلوله هو في التمرين بعد ماتش على طول اللي كان هنا في الكاهرة وهو موطي كده فهو كان حاسس بالزنب شوية يعني مش عايز أقول متسبب في الهدف لانه ده بتحصل في الكورة وده وارد إنه يحصل في الكورة حاجة زي دي بعض اللعبة حوصل لها حالة يعني خوف شوية لجون دا ما كانتش لي لازم أنه ييجي انت شفت اللقطات بتاعت لو تجيبوننا اللقطات اللي في الملعب بعد قبل التتويج لقطة هاني ولقطة معلول ومعلول وعلى الملعب انت شفت كان يعني تؤثرين لأ داعيات بكة يعني في لحظة يعني أنا قمة التناخد بواحد مفترض أنه يبقى في مونتاز سعادة أنه البطولة خلست وأنه حقق الهدف وأنه حقق إنجاز كبير جدا ليه والناديه مفترض يبقى في مونتاز سعادة فيه انفجار في البوكة وده مش دمار وفرح زي ما أحب بيقول عليه يعني ده معلول طبعا بعد المطش ما خلص على طول هاني كان نفس القصة كده والحكاية مفيش فرحة يعني الملامح دي تبقى على وجه لعب خسر البطولة فالناس بتحاول تطبطب عليه ومهما أقوله على لعيب ده لعيب خسران البطولة مش كسبانها وهو ده يعني ثمار التعب اللي هو كان حصل في خلال مشوار البطولة اللعيبة دي تحمل الدخل هنا فوق طائط طبعا طبعا ما فيش شك طبعا وزي ما قلتلك إن الناس كلها كانت بتشكك إن نادر الأهل ياخد البطولة نادر الأهل من يعني خلاص كان خارج من البطولة وصل نهائي وخد النهائي فدي أنا شافني دي معجزة دي معجزة والله العظيم ما فيش نادي في العالم يقدر يعمل الكمباك للنادي الأهل العمله ده حاجة يعني للنادي الأهل لازم يفتح كامباك في البطولة كلها والكمباك في المبارة النهائية برد بالزبط في شخصية فيه حاجات كتير لافوضنا نتكلم منها البكرة في حاجات كتير مش هتلاقيها الموجودة اللي في لعيبة النادي الأهل وزي ما أنت قلت المنظر بتاع لعيب تنهاد الأهل ده اللعيب أنت محما تتكلم عليه برضو إحساس اللعب في الملعب حاجة تانية خالص خالص شال حمل كبير من عليه أنت لسه صغير يعني بشكل بس لا يعني حضرت كم نهائي بطولة أو شفت أنت سيبك من اللي شفتهم على اليوتيوب أو شفتهم في التلفزيون من المنشاط القديمة أنت عيشت من أول ما تهدت تحب كورة وتستوعب كورة وتلعب كورة عيشت كم نهائي لعبه لأهلي في دوري الأبطال أول حاجة تفتكرها أول حاجة شفتها أول حاجة كان ماتش السفاكيسي السفاكيسي 2006 من وقتها بقى من 2006 لغاية 20-20 أصعب بطولة وأغرى لقب بالنسبة لهاني العجيزي بص وما تلات بطولة طبعاً السفاكيسي ما فيش شك تانية حاجة بطولة ماتش الزمالك يعني دي برضو دي أنا عايز أقول لك حاجة أن أنا دمعت شوية يعني بعد الماتش لأن الماتش كان شيبه مستحيل برضو نالت الزمالك كان عامل جيم كواس مع نادر أهلي في اليوم ده ونادر أهلي خد الماتش برضو بصعوبة فدي حلوته حلوت البطولة وخدتها من المنافس التقليدي بتاعك فدي حاجة برضو كانت يعني حسيت بها أكتر شوية والبطولة بتاعت البطولة التلات بطولة دول التلاتة في نفس المكانة؟ نفس الغلاوة على هاني؟ لا بالنسبة لي بماتش الزمالك ماتش الزمالك أهلي طب في المشوار بتاع البطولة دي أحلى ماتش لعب والنادي الأهلي أحلى ماتش لعب والنادي الأهلي النادي الأهلي ماتش الهلال ماتش الهلال هنا تلاتة اللي كان هنا والتحاد المنستيري هناك برضو عامل ماتش جويس محاس بس أشيت بعد منعم لا دا احنا جايين على الأسماء بقى أنا هاختسبك تشيت براحتك وعدين منعم هسألك عليه لأنك انت راس حربة دربته على فكرة دربته بسموحة يعني في موقف حصل معايز أحكيولك عبدالقادر وعبدالمنعم واثر الطهر بتالي كان بردو واثر كان معانا كان معاك بردو تلاتة كانوا معانا في نفس الفرقة وكنا عاملين سيزون كويس مع كابتنا أحمد سامي وفي حاجة حصلت كده مع الاتنين دول مع منعم وعبدالقادر يعني محدش عرافة لا لسه كنت بتكلم مع عبدالقادر من فترة وفكرني بيها فاكن لما المنتخب الأولمبي كان عنده بطرة أولمبياد تقريباً وكابتش هو غريب ما خدش الاتنين توكيو ما خدش الاتنين ما خدش منعم وعبدالقادر مش عايز أقولك الحالة النفسية بتاعيتهم كانت عاملة ازاي وانا الحمد لله يعني مع كابتنا أحمد سامي كنت بلم مش هو على قد ما قد مع اللعب لانا كنت قريب منهم شوية وكان فيه لينك بينه وبينهم فكان فيه تمرينة كده متنشنين وعارف اللي هو ايه مش عايزين مش عايزين يتمرانه لكن باين عليهم ان هم متعصبين جداً وزعلانين جداً وكابتن أحمد سامي عاد معهم على فكرة واتكلم معهم فأنا جيت الاتنين اللي جبتوهم كان فيه ترشيح كان فيه كلام لكن ما تمش اختيارهم ولا لا كابتن شاوي خد ناس بدلهم يعني خد ناس مكانهم بس مش فاكر من اللي كان موجود في الساحة أيام تمام اليوم ده جيت اتكلمت معهم وما كلمهمش يعني ما حصلش تواصل مع العز الفني قال لهم مثلاً انت مش معاي دلوقتي لكن في الحسابات يعني ما حصلتش القصة كده هم ممكن يكونوا سألوا عليهم تمام لكن خلي بالك برضو عب قدروا وعب منقم كانوا لسا بيطلعين يعني كان لسا يعني ما بقوش خبرات زي دلوقتي فده وارده ده طبيعي ان ممكن يحصل كده اي مدير فاني ممكن يخونوا مثلا اختيارات او حاجة لكن انا اتكلمت معهم جبتوهم الاتنين وكلمت معهم وقلتوهم انتو سنتين بالزبط ترعبوا انتخب مصر الاول والله العظم كده واحميك وعبدالله موجود وعبدالله موجود واسألهم قالوا لي ان شاء الله وعارف اللي هو بقى يزعل قلتوهم مش بهزر اهم اخدوه انك انت يعني بالطيب خطرهم بالزبط انا بتكلم بجد انتو الاتنين هتبقوا في منتخب مصر الاول بعد سنتين بالكتير كمان سبحان الله يعني عبدالله دلوقتي ما شاء الله عم ازاي وعبدالله دلوقتي حاجة تفهمك على فكرة ما كانش فيه كلام انه هما النادي الاهلي عايز يرجحهم او حاجة او الكلام ده خالص يعني كمدرب برضو الواحد بيبقى الحمدالله عنده نظرة كده في اللعيب بتعرف ازاي يعني هو هيتحمل الضغوطات وهيضر يلعب لنادي الاهلي او لا او انه اخد بالك برضو ولاد النادي يعني يعني بالاول ما يعني متأسسين وطلعين في الاهلي فعارفين التيشرت دي عاملت ازاي ده حقيقة فانا يعني شفت حاجة كويسة فيهم كده فالحمدالله انا ربنا كرامهم وبعنجوم مصد رؤيتك صحيح بس منعم برضو يعني بلغة الهدفين بقى انت يمكن تفهم موليد منطقة الجزاء زي ما بيسموهم اللي بيخلصوا من لامسة واحدة منعم عنده قدرات تهدفية مؤثر جدا جدا وعنده الشخصية وبيطلع يكمل يعني فيه مدافعين كتير صحيح بيلعابه والعاب هوا بشكل كويس لكن منعم هو كان اساسا تعرف المعلومة دي وعرفتها وانت بسوء ان هو كان اساسا بدايته كان راس حربة ده حقيقي اه اه منعم بدايته في كرة كان راس حربة شكله مش راس حربة خالص لا بس ماهو مشاء الله عنده حتة الهيدرز دي هيلة بيتحرك بشكل نموذجي التمركز بتاعه مع الحركة لا بيعملها نموذج يعني منشوفش ناس كتيرة بتعمل التحرك ده يعني راموس الوحيد اللي كان بيعمله باتقان لا عبد المنم كمان عنده تيك اوف بتاعه حاجة تفرح بصراحة لا هو عنده ميزة ورابط مع معلول برضو يعني لازم تقول انه فيه تفاهم يعني او فيه بيوغة مشترك مش بيوغة مشترك حاجة طيب للسنائي ده ايه جيلبرتو في لاميوت والله العزيب احنا نوعد عديد في ماتشاط احنا بقولون اللي اتنين بيعملوا سحر ايه والله العزيب بس اوعد بيبقى فيه دويته يعني واضح وصريح ده حقيقة فعلا بيبقوا متفقين مع بعض احيانا تمام وابتاكيد بيتمرنوا عليها ايه مش هتجي من فرقه متوق كهرباء السنة دي فيه ماتشاط كتيرة جدا كنت بتحس انه سناي متفاهم جدا عشان الاتنين لعب الكورة يعني الاتنين عندهم موهبة فخلي بالك دي بتسهل كتير ما يكون انت لعيب موهوب وانا لعيب موهوب فتلاقينا بنقرأ افكار بعض بسهولة جدا بنعرف التحرك ازاي من غير يعني ممكن العب الكورة كده اونا مش شايفك وعارف ان انت هتروح في المكان ده فالحاجات دي ما بتبقاش عند ناس كتيرة فاضل اه تلت القب والاهلي يبقى عمل سبعية السنة دي احنا جبنا اتنين سوبر يا سلام وجبنا واحد كاس وجبنا واحد دوري ابطال فاضل عندنا دوري محلي فاضل عندنا كاس مصر اللي هنبدأ مشور احنا ايه حد يفكرني كده مطشنا مع ايه منتخب السويس تقريبا دولي اتنين وتلاتين منتخب السويس بالزبط كده وعندنا طبعا مطشات الدولي الاهلي يرجع من راحة يوم الحد يبقى عنده اول مطش حرس الحدود في بطولة الدول شايف الموسم ازاي وشايف فرص الاهلي والكلام اللي هيتقال في قط اللبس بعد ما يرجع مصر كولر من سويسرا وقف اجازة عشان انت محق اهمه اصعب لقب وبطولة بس جمهية الاهلي بالتأكيد مش عايزة الموسم ده نفوت ولا لقب من اولتلك في اول كلام النادر الاهلي ايه جمهور النادر الاهلي دايما طماع يعني بلغة الكرة طماع عايز الاحسن عايز الافضل عايز خذ بطولة بيفكر في اللي بعدها ايه على فكه انا اول تويتر كتبتها عندي على السوشال ميديا مبروك للنادر الاهلي وجمايره الاثناشر يعني عارف انت خلاص بيت عندك كده وما انت باز بتسلم مبروكة اه هاز احمد الاثناشر بقى انشاء الله يعني فيه ناس كمان داخل كتبات لكمنتات بتقول لي لسه عند لك اسعنان من الانداء انا بقى نفس في البطولة دين دي واحدة من الحاجات اللي انا عايز اتكلم معك فيها انت طبعا انت تهاني الانداء العالمية بالنيونخ من سيتي أسون فيللى سانداونز محترمين جده بصراحة رغم انه انا حسس بمارارة يعني كان هم الفريق المرشح بقوة لانه يوصل مبارة الهائية فالينسيا الأسباني تحت جدة اللي هستضيف بطولة كاس العالم كله بيهنيك بما أنك انت طبعا بقيت نادي عالمي والناس كلها عارفة براند الآلي لكن انت رايح لبطولة مختلفة شوية في كاس العالم اللي جاي واحد طبعا وجود الستي الستي في حالة يعني فنية عالية جدا غير حتى في النسختين اللي كان فيهم تشلسي أو بايم يونيخ الستي في حتة تاني وحتى التحت جدة الهلعب البطولة على أرضه وفص جماهيره النهاردة بتكلم عن نجوم بحاج كريم بن زيمة والنهاردة معايا خبر انه نجوله كانت خلاص يعني كان معنا كابتن محمد سوايد طبعا كابتن السعودية والتحت جدة السابق من حوالي اسبوع عشر تيام وقال لي انه قصة نجوله كانت في اللمسات الأخيرة النهاردة تم الاعلان انه صفقة خلاص توقيع العقود يعني خلال يمكن ساعات اللي متاكن دقايق قادمة فبالتالي تتكلم برضو عن تدايمات صفوف ونجوم على أعلى مستوى ظهور الاهلي فيها وده سؤال عند جمهورنا دي الاهلي من النهاردة حتى قبل المسلم ما يخلص ظهور الاهلي فيها محتاج ايه عشان تقدر تحقق انجاز جديد غير المركز التالت محتاج ان اللعبة تسدى نفسها ان هي بتلعب مع فرق زي رين مدريد زي يعني زي مانشستر سيتي زي باير ولسه بسألين طبعا أمريكا الجنوبية والله العظيم يا احمد الموضوع مش بعيد اي وانا بقى ومكسن بالله زي بقول لك موضوع مش بعيد ومكانش بعيد في اللي فاتت لكن انت على فكرة تبمات شريعات مدريد لو جبت احصائيات المباراة انت مضيع حوالي 7-8 فرص مؤكدين يعني لو انت لو عندك توفيق اه نادر يام مدريد جاب أربع هداف وكان ممكن يجيب لكن انت بده وصلت كتير ودي حاجة ولعيدة لما بتشوفها لما تلاقي فرقة بتلاقي بيام مدريد ان انت توصل للمرماهم بالشكل ده وتضيع هداف بالشكل يا معظم صعب في اسبانيا مش فمسيك من التال في مصر في اسبانيا كلهم حقيقة شدوا بالمستوى بالزبط ظهر عليه نادي الاهلي في المباراة فانت لو عندك توفيق وفلامينجو انت كنت قارب بالزبط فانت بتوصل وانت عندك ولي تلعيب ان تقدر ان تنافس الناس دي لكن هي الفكرة كلها اللي انت تتصدق نفسك ان انت بتلعب صادر ريال مدريد وبتلعب في بطولة كبيرة والنادي الاهلي نفسه نفسه ان هو ياخد البطولة دي وانا حاس ان هي قريبة والله العظيم يا حمد انا بعد البطولة اللي فاتت اكسين بلاي انا مش عايز اخد البطولة انا عايز العب النهاية بس يعني هتلعب النهاية وان شاء الله وانا نوصل النهاية يبقى يحلها حلل يعني نوصل المباراة مارسل كولر في اللي جاي عشان يبقى جاهز لبطولتين بحجم السوبر ليج ويعني انا هقول انه سوبر افريقيا احنا هنلعب طبعا اتحاد العاصمة الجزائري غالبا في نص الاول من اغسطس لسه ما تحددش مكان المباراة لو ما كانش في جدة يعني فيه كلام انه في جدة كلام نهائي انه هيتلعب في جدة ولا لسه اه لسه يعني بس احتمال كبير يكون في جدة ان لم يكن في جدة فاعتقد انه بطل دوري الابطال هو اللي بيستضيف بطل كونفيدرالي لكن في نهاية سيبك من كاس سوبر افريقيا وصيبك من دوري والكاس المصري لانه ان شاء الله بإذن الله نقدر ان شاء الله نقدر نحسنه لكن لو بتكلم على انك تحقق سوبر ليج افريقيا لو بتكلم عنك انت تحقق انجاز جديد في كاس عالم اندية ايه اللي محتاجينه من ميستر كولر وايه اللي ميستر كولر ممكن يكون محتاجه من النادي الاهلي محتاجاتك كالعيبة كالتدعمات يعني كل حاجة بقى محتاج سيزيني خلاص بدري محتاج اوراق في الملعب يعني مراكز معينة في الملعب محتاج تريح العيبة بدري يعني انت بتخطط من هنا يعني تقدر تقول بداية موسم جديد لانه سواء سوبر ليج او كاس عالم اكيد طبعا في المسلم اللي جاي بس هيبقوا بدري بدري فاي اللي محتاجه ميستر كولر بص يا احمد او كل المرحلة طبعا وليها شغل معين وليها تكتب معين وليها ناس معينة تقدر تقوم بالمهم اللي هو الراجل المحتاجة يعني انت عندك الدوري الفترة اللي جاي هتلعب دوري انت انا شايف انه يعني بنسبة 90% مش عايز اقول خلاص لكن بنسبة 90% ان النادي الاهلي خلاص خد حسم اللقب حسم اللقب ان شاء الله باذن الله يعني عندك ان انت ممكن تجرب اللعيبة تشوف اللعيبة اللي انت ما بتلعبش كتير تقدر تقيمها بشكل كويس التدعمات اللي انت محتاجها تقدر من دلوقتي تتكلم عليها النادي الاهلي محتاج استرايكر قوي ما فيش فيها خلاف يعني الناس كلها بتتكلم في نفس الموضوع ده ويا ريت يكون فريقي لان النادي الاهلي المكان ده فيه مشكلة في مصر في المكان ده في المركز ده يعني ان النادي الاهلي محتاج استرايكر قوي ويكون صفقة قوية يقدر النادي الأهلي يستفاد بيها في البطولات اللي جاء لانت داخل على بطولات قوية خلاص خلصت من بطولة الأهم اللي هي بطولة إفريقيا داخل على بطولات مهمة كاس العالمي عندي احتاج سترايكر السنة اللي فاتت عنينا من القصة دي بعدم توشريف موجود وكل حاجة وبيقدي بشكل كويس لكن كان عنده سوء توفيق في بعض المباريات وفي بعض المواقف اعتقد انت لو معاك سترايكر كوي ويكون كلاس اي هيفرم معاك بشكل كبير جدا في البطولة زي دي يعني ايه كلاس اي كلاس اي يعني مكومات مختلفة يعني سبالدوفسكي وبنزيمة ولا يعني موليكا ولا يعني فليب كراسو ولا يعني من الدوري المصري انت اختار بقى اسماء عايس المحل زي فلافيو يحملونا نسخة جديدة من فلافيو يبقى حاجة تفرح يعني لا الدوري المصري صعب الدوري المصري ما فيش فيه حد ايه انا مش شايف ان الدوري المصري حد يقدر يستحمل ضغوطات ومركز المهاجم بقى صدع في الكرة في مصر بالزبط منتخب مصري كمان يعني ايه تتكلم في منتخب مصر الموضوع بقى صعب انت نادل اهلي عندك شريف وكهرابا كهرابا اصرن وينجر مش سترايكر وبالتالي بيقوم بالمهام بشكل كويس وقدى المطلوب منه في الفترة اللي هو رجع فيها واللي حاجة طبعا تنشيديه على المستقضى من الكهربا خالص محدش كم توقع خالص انا اتفاجئت بصراحة بمستقضى راهان من ميستر كولر وكسب راهان طبعا يعني اعتقد انه بارقام كهربا طبعا وبمقدمات الفترة والمعاناة اللي عاشها ما كانش حد الحقيقة يراهن ابدا وبشخصية او راهان جريء الحقيقة وبشخصية كهربا كمين اه ده المدين مفاجعة انه هو يقدر انه هو يرجع بالشكل ده بالاركام الحلوة بتاعت دي بصراحة فالنفسي استمر انا بنصحه ان انت كهربا خلاص وصلت المرحلة يستمر يعني لا خليني اقول لك حاجة تانية لو الاهلي نجح في التعاقد مع راس حربة زي ما انت بتقول صريح تمام ستايل بولي سامبو بتاع الوديب مش ده الموديل اللي انت بتفكر فيه ده المواصفات لو الاهلي عملت صفقة من النوع ده هل تنصح كهربا انه يكمل او ينافس في مركز راس حربة ولا الافضل من وجهة نظرك انه يرجع لمكانه الطبيعي كجناح ده يرجع مكانه جناح يرجع مكانه شايف انه يبقى فعال اكتر كجناح كهربا كوينجر بيبقى جايب وشه كمان خلي بلك فيه مشكلة ما حدش واخد باله من احمد انت لما كن بتلعب انا لعبتها كذا مرة يعني لعبت وينج ولعبت فرود في اوقات كتيرة في سنين كتيرة انا بالنسبة لي لما اجب وشي للمرمى اسهل لما يكون دهر الجون دي مشكلة كبيرة مش اي حد بيعملها يعني رقم تسعة دي مش اي حد بيعملها لا وبتستلم بضهرك الجون وبيبقى عليك ضغط بالزبط يعني عنيف الموضوع بيبقى صعب محتاج حد بيقدر السحوز كويس يكون جسمانه كويس يكون هيدرز كويس بك حيطة يعني اه بالزبط فالموضوع فعلا بيبقى مختلف بشكل كبير عكسي لما يكون انت لعيب مهاري وفي نفس الوقت انت مهارتك مش عايف تستغلها يعني انت هتطالر لسه هتاخد وقت على ما تلف وهتلاقي الرجل استردباك في وشك هتعد منه هتلاقي واحد تاني فالموضوع يبقى صعب عكسي لما يكون انت بتلعب على الليل تمام ومعاك باك مثلا باك بتاع الباكرا بتاع الفيران التانية أو حاجة بيبقى عندك ميزة السرعة واخد سرعتك جايب وشك بزلط غير منك انت لسه هتبتدي تلف وتبتدي تحاول تاخد سرعة وبعدين الترئيس وانت بسرعتك اسهل بكتير من الترئيس بالثبات شوف فينسيوس بيعامل وجايب وسرعته بوشه بيعامل ازاي اه اطر طبعا وكعربت كمان عنده الميزة دي عنده الميزة انه بيعافي عدي في نفس الوقت سريع في نفس الوقت بفيرنش كويس انت مش تختيش وانا بلعب كورة انت وان شاء الله عليك لا احساس الملعب موجود طبعا تلعب معنا المرة الجاية اكيد مرة جيت مرة بس انا بلعب راس حرب طب نرجع لميستر كولر مرة تانية نجاح ميستر كولر مش بس في الالقاب يعني يما بتسأل جمهور النادي لأهل هاني الناس مبسوطة من كولر عشان كمان الواحد انه موصل للناس انه فاهم كويس قوي شخصية الأهل اللي هم عايزين يشوفها في الملعب انا اغلب الناس يعني اغلب الاهلوية بيبقوا مش بس عايزين مكسب عايزين مكسب وعايزين اداء ممتعة عايزين تفرجوا على كورة ممتعة ميستر موسيماني كان نجاح جدا جدا في الارقام وفي تحقي المكسب بلعب مطشط كبيرة جدا صعبة بس بيقدم فيها مثلا اداء دفاعي استحواز مش ايجابي يمكن ديكت نقطة تحفز مثلا جماهير الاهلي على فترة ميستر موسيماني على رغم من الالقاب الرجل يعني تقريبا داخل او مقرب جدا من حد زي جوزيه تيجي دي تكلم عليك تاريخ واحد من انجح المدربين يشتغلوا في مصر واحد من انجح المدربين يشتغلوا في النادي الاهلوية كولر طور بشكل سريع اداء النادي الاهلوية نسبة مبسوطة من كورة النادي الاهلي شايف اهم الحاجات اللي اتغيرت في فلسفة الناحية الفنية بالنسبة لفرقة النادي الاهلي مع مستر مارسل كولر والله يعني هي مدارس بس احمد هي مدارس يعني مستر مسماني انت بتقول اه خد القاب وكل حاجة لكن الاداء ما كانش مكنع بشكل 100% وكلنا كنا نتكلم في قناة النادي الاهلي هنا والرأي العام كان كله بتكلم في القصة دي لكن زي ما انت قلت مستر كولر لما جيك كان عنده برضو شوية تحفظات بدأ يطور من نفسه انت مدرب بحتاج منك ان انت التطوير دايما على حسب الكوالة اللي معاك عامل ازاي انت مش بتيجي عايز العجينة مثلا ان احمد بتبقى اي جاهزة معاك انت بتحطها في الفرن وخلاص لأ انت لسه بتشكلها وتشوف هتقدر تتناسب معاك ولا لأ وتقرأ امكانياتها في الاول كمان امكانياتها طبعا وممكن تقرأ في لعيب امكانيات ما كانش حد شايفة فيها قبل كده بالزبط فده اللي احنا بنتكلم فيه يعني زي كهرابا دلوقتي ما هو بلعب مثلا الفروت دلوقتي ومكسر أركام كتير جدا فدي حاجة تحسب برضو مروانة عطية عطية الرجل جي وبيلعب وخد بطولات مع النادر في خلال سنة او ألي من سنة المدرب يفرق قوي كده هاني انت عملت الاتنين انت كنت لعيب واكيد اتمرنت مع مدربين كتير وكنت مدرب يعني دلوقتي مدرب وتقدر تفهم او تقرأ الخامة او القماشة اللي موجودة في ايدك المدرب يفرق قوي كده في سيزن واحد مش لاعب ولا اتنين تتكلم على خمس ست اسماء لقيت فيهم تفرف مستويه مرة واحدة برسيتاو السنة دي برسيتاو السنة جاء حسين طول عمره العيب كبير لكن السنة دي احنا حاسين بحسين قد ايه هو مهم فعال مؤثر هاني نفس الحكاية كهرباء بعد رجوع فتفرق قد كده فكرة المدرب لما يبقى يعني قادر يقيم او قادر يبص بعينيه على الخامة اللي موجودة معي دي حاجة على فكرة موهبة دي موهبة اه طبعا دي ملهاش بقى علاقة بالخبرة والممارسة والتعريم وكده دي موهبة 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 وازاي ان انت زي ما انت بتقول احمد ان انت معاك لعيبة واتطلع احسن ما فيها دي مش سهل خالص عشان تبقى فاهم مش سهل خالص لو انت شايف تبقى فيه مدربين بيشايفين مثلا بيجي تلاقي مثلا مستر مسميني مقاعد واحد ما بيلعبوش مثلا انت بتجي تمرنه في خلال مثلا شهر لا بتلاقي في حاجة كويسة هتتنسب مع الشغل بتاعك مع التبتك بتاعك مع طريقة لعبك ولا لا يعني انت بتبقى شايف حاجة مش حد شايفها فانت ازاي بتطور من اداؤه وتوصله المرحلة انه هو بيلعب خلاص وحافظ مركزه وحافظ كل حاجة وبتدله ثقة وطبعا العمل النفسي كمان مهم جدا في الموضوع ده انت بتتعامل نفسيا مع اللعيبة يقولوا انه اللعيب المصري ليه تركيبة يعني فيه كتير يقولك انه اللعب المصري مزاجانج اه يعني وبتاع حد لازم يحتوي يعني ما يفعلش يبقى فكرة انه العلاقة تبقى رسمية بيني وبينك او انه يبقى قوامل راجل فيه حتة كده احتواء زي ما بيقولوا عليها بس مش الحتواء بتاع التحكيم احتواء اللي هو من نوع التاني عارف انه تعرف يبقى فيه بند يبقى فيه رابط كده بينك وبين 90% من اللعبت الدور المصري كده لازم تتعامل معهم نفسيا كويس لو ما تعملتش معهم نفسيا كويس مش تاخد منه حاجة غير اللعبت النادى الاهلي النادى الاهلي شوية لان انت عارف تبتلع في نادي عنده قوانين لو غلطت هتتحاسب لو غلطت اكتر هتلاقيك مش موجود فالموضوع يتدخل في مستقبلك فانت بتبقى عارف ان انت في مكان كانك في شغل بالزبط اصبت في شغلك مش هتتبقى موجود هتلاقي في البديل والبديل زيك بالزبط فانت الموضوع في ايه دك انت انت ازاي ان انت تقدر تستغل المكان اللي انت فيه حتة العنب النفسي مع لعابة النادى الاهلي مش صعبة لانه زي ما قلتلك انت جاي وعارف انت فين وعارف انت بتتعامل مع مين وعارف انت بتتعامل مع دارة ما بتهزرش جاي تاخد بطولة جاي تاخد بطولات مش جاي تهزر ان ايه عايز امركز تاني ولا مركز تالي لأ مفيش الكلام ده فانت جاي عارف ان انت راح فين فبالتالي لازم تجهز نفسك هتقابل حاجات مش هفتاش قبل كده الناس كلها بتتكلم معي بتقول ان انت بتتكلم انا مش عارف عن النادي ايه ونادي ايه ونادي قلتنو يا جماعة انا اللي انا شفته بقوله شفت في النادى الاهلي حاجات مش موجودة في اي نادي في مصر ودي مش حاجة بتقلل من نوادي لأ دي حاجة مفروضة ان الناس كلها تتعلم من النادى الاهلي النادى الاهلي يا جماعة نظام 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 فوق اي شيء فده اللي بنجح النادى الاهلي اجتهاد غير طبيعي من عم حارس لحد كابتن محمود الخطيب التعب في الشغل والاجتهاد يا أحمد ما بيروحش على كل مستوى بالزبط في كل حاجة أنا أقول لك الحاجة الموقف قبل كده حصل مع مستلمان وجزية كان عندنا حاجة حصلت في قط اللبس مش هقول تفاصيل حد أصل في شغله والراجل ده بقاله دخل مثلا في 12 سنة 13 سنة أصل في شغله تاني يوم بنسأل مشي ده اللي أنا بتكلم فيه أن أنت نادي الأهل في أي حد مش في أي حد بالكوة أو عافية أو كلام ده لا بالنظام فالنظام موجود طول ما النظام السيستم بتاع الإدارة بتاعك فيه نظام هتلاقيك بالتالي الناتج بتاعك مبهر في الشغل مش في الكرة بس في أي حاجة اللعيبة اللي بتشوف الأهل كل سنة سيبك من بياخد بطولة أفرخ أنت واصل في آخر سبع سنين ستة نهاية يعني فكرة أنه النادي ده بدان بتلعب معاه معناه أنك قريب جدا منك أنت تشيل الكاس دي وفكرة أنه النادي ده كل سنة بيروح لها في كاس العالم مرة مع تشيلسي مرة مع بايرن مرة مع ريال يعني فكرة أنك تروح لمستوى منافسة مباراة رسمية مع بالميراس البرازيلي لا ونكسب مع مونتريل مكسيكي ونكسب مع الهلال مع الضحيق يعني فكرة أنك أنت تتحقق لنفسك أو تكتب لنفسك سيبيه يبقى لازم النادي الأهل ده خليني أسأل لعبة مصر اللي بتلعب كرة النهاردة هل بتحلم أنها تنضم النادي الأهلي لما أجي كلمك على الأسماء اللي منورها من وجهة نظر هاني العجيزي مثلا في الدولة المصري بتحلم باللعبة النادي الأهلي مصر فيها ألف العيب أو مئة العيب كم منهم بيحلموا بالنضمام النادي الأهلي عايز الصراحة المادة دلوقتي هي اللي بتحكم المادة اللي بتحكم المادة اللي بتحكم حتى أنا بقى عاشت وجوه المطبخ أنا بقولك عارف بقولك كل اللي دوروا على المادة بيتهيقلي برضو كان فيه أحساس بالمرارة والندب طبعا طبعا المادة دي فترة قصيرة وشكرا وخلاص لكن أنت لو بتدور على بطولات وبتدور على إنجاز النادي الأهلي ما فيش شك ما فيش شك النادي الأهلي لو أنت عايز تعمل تاريخ لإسمك طبعا خلينا أسألك السؤال بشكل تاني هيا عموما يعني أنا مش عايز عايز تخيولك أو تصورك عموما يعني عقلية الأغلبية من لعبة الكرة في مصر بتدور أكتر على الفلوس وفكرة تأمين المستقبل ولا بتدور أكتر على فكرة الإنجاز التاريخ الإسم اللي يعيش سنين كتير يعني إيه اللي بيشد لعبة مصر أكتر؟ أو عقلية اللعبة المصري أكتر؟ حاليا الفلوس؟ الفلوس طبعا طبعا مشاكل كبير جدا كمان بجد الموضوع بقى أوفر موضوع بقى أوفر طب موضوع معناه أنه إحنا لعبتنا مش هتحقق حاجة يعني إذا كان الفلوس دي اللي بتتعت في مصر بقت النهار ده أكتر من الدوري البلجيكي وأكتر من الدوري الإيطالي ده اللي أنا ما استغربه يعني أنت يعني قتل التموح كده ما فيش تموح وبالتالي المنتخب أحمد بنتأثر بالشيء باللي بيحصل ده يعني أنا شايف أن موضوع المادة بقى حاجة مهامة طب قبل ما جي المنتخب أنت عحنا دينا مطش بكرة مهم مع غينيا هجيلك فيه بس خلينا اسألك سؤال تاني مين اللعيبة اللي نوارت قوي في الدوري من وجهة نظر هاني العجيزي السندي السندي غير لعبت النادي الأهلي وغير لعبت نادي الزمالك أنا شايف أن بوبو محمد رد بوبو لعب هائل أنا شفته في الملعب كمان لأ لعب أتمنى أن النادي الأهلي يخلص فيه بصراحة لعب كويس قوي 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 والنادي الأهلي محتاج واحد زي ده بلعب ستة وبلعب تمانية وبيعرف يجيب جول يعني كمان أداءه في الملعب ما شاء الله عليه بيتحرك في كل مكان كرته حلوة لا عجبنا أداءه بشكل كبير وكمان عمر كمال عمر كمال عبد الواحد بيقدم بشكل كويس برضو في لعبة تاني في حسام حسن طبعا لما راح سموها على السرائل كار بس طبعا ربناش فيه عنده إصابة بقاله 3 مرشاة 4 مرشاة ما بلعبش أنا شايف أن حسام يعني من اللعبة الكويسة القليلة في مصر لكن حسام قبله سوء توفيق في النادي الأهلي أنه هو ما قدرش يتأقلم مع فرية النادي الأهلي أو مع إدارة النادي الأهلي كنت بتمناله لأن حسام شخص يعني صديق شخص لقيا بتمناله أن هو يكمل لكن بتمناله توفيق في أي مكان وسموحة برضو بيت ويعني هو اللعبة في التاريخ النادي اسموحة فبيتمناله توفيق كان نفسي يكون موجود في النادي الأهلي ويكمل لأن زي ما قلت لك نوعية حسام مهجم النادي الأهلي أنا بكام دايما الفرقة كلها بتتعرض لضغوط والجهاز الفني دايما بتتعرض لضغوط لكن فيه اتنين الجمهور ما بيرحمهمش ما بيرحمهمش حرفيا حدس المرمى ورأس الحرب ده حقيقة دول ما فيش أي مساحة صبر يعني وما فيش أي مساحة تهون فأي غلطة غلطة فور على طول أي حد داي ممكن نسامحه يعني أي حد بين الاثنين دول بين رأس الحربة وبين حارس المرمى غلطاته هفواته وترجع مستوى يطلع فوق ينزل تحت فيه ضغطة بس يعني دين هتمشي لكن رأس الحربة وكم من روس حربة سألنا أنا لا لا يعني الفعلا زي ما أنت بتقول حتى بس الموضوع ده أحمد على فكرة جديدة يعني الموضوع ده ما كانش على أيامنا على أيامنا أنت لما كنت بتلعب كان بيبع عندك مثلا فلافي أو متعب أو أو أي حد بيلعب كان عنده رصيدة عن النادي الأهلي فهم عارفين أن أنت بتعمل اللي عليك أنا مفيش مشكلة بالنسبة لي أن أنت تضيع لكن أعمل اللي عليك في الملعب وصله لك أن أنت تبذر أقصى جهد عندك والتوفيدة بتاع ربنا بص أنا أقول لك حاجة أنا وكلامك في ده وبيحصل أنه على المستوى المحلي يعني إحنا لعب من لعب دوري وكلنا من لعب دوري أبطال أفريقيا صح؟ أفضل أرقام على المستوى الفردي هجومياً لعبنا للأهل يعني أكتر صناعة فرص مؤكدة أكتر صناعة أهداف أكتر تسجيل أهداف في أفريقيا وفي الدوري المحلي أهلوي صح ومتقسمة على فكرة في الخط الهجومي بسيتاو بسين الشحات كهرباء كهرباء شريف والحقيقة كمان حتى يعني فيه لعيبة كتير يعني لعيبة من كل خطوط النديل أهلي حمد فاتح مسجل حمد عبد المنمجة بربعة دفع علي معلول مسجل يعني فتكلم على أنه الفعالية الهجومية كفريق ككل كبيرة جد لكن في النهاية لما تيجي تتكلم على رأس الحرب تقول لك النهاردة قبل ما تروح كاس علامة لو سألت عشر أهلوية تسع ونص منهم يقول لك الأهلي عايز رأس الحرب طيب تخيل بقى أنت لو عندك رأس الحرب بازم احنا نتكلم كده بموصفات مميزة تخيل أنت لما يكون عندك واحد بالمنظر ده أو بالشكل ده ويقدر أنه مثلا يجيب لك في السيزن مثلا في طولة الدوري عشرين هدف ولا حاجة تخيل مع المجموعة مع الكوالات مع المجموعة الموضوع يبقى صعبة توصل لا أنا بس كنت ده كان تعليم على كلام حسام حسن ومن بعد يمكن الظروف مشابهة شوية مع شادي رغم أن شادي برضو يعني تفقلنا جدا موجوده لأنه عنده الشخصية وعنده الروح بتاعتف فنان الحامر يعني حسنا أن شادي قريب من تركيبة لعبة النادي الأهلي وبرضو فاري باد لك يعني تحصل تحصل صعبة شوية لعبة كتير بس خد بالك أنه فلافيو أنا قارنت مثلا شادي شادي سيزن عموما سيزن الأول في النادي الأهلي ما كانش موافق صح؟ أنت ما شوية بتقول لي بقولك تركيبة مين مواصفات مين قلت لي فلافيو فلافيو أول موسم لين مع نادي الأهلي كان واحد من عشر هنرجع بقى للنقطة اللي احنا كلمنا فيها في أول الحلقة أن المدير الفني شايف فيه يعني وصل لك أحمد أنا شايف ميسر مانو أكيد كان شايف حاجة الناس مش شايفها في فلافيو وفعلا طلع عنده حق يعني الرجل بعد أول سنة عمل بوم خلاص بقى هداف النادي الأهلي لمدة لسنين طويلة وهداف فراكيا جاب لنا بطولات كتير هي دي بقى الحالة بتاعت المدير الفني أنت ازاي بتبقى شايف عندك لعيب كويس بتقدر تطوره بتقدر تطلعهم الحالة النفسية لأنه وصل لحالة نفسية صعبة أن جمهور النادي الأهلي كله كان بيقابله في الشارع يعني كان بيتكلم أسلوب مش كويس وهو اتكلم في الموضوع ده كتير وعلى فكرة عملتله مشكلة في حياته عشان تبقى فاهم يعني على الفترة اللي احنا عدم مع الفلافي وفيها ما كانش بيكلم حد نهائي يعني أول الله العظيم الوحيد اللي يتكلم معاه كانوال جمعة معرفش ليه بس بس أول الله العظيم واللي عبت اللي عبت نادر أهلي كلها موجودة قاعد فترة كبيرة جمجمتين جمجمتين جمدين ففهمه بعض أو في لغة بينهم لا لا هو حس أنه هو تظلم من الناس جات عليه بشكل كبير فبالتالي عملت له حالة نفسية أنه هو شغله بس أنا بنزل الملعب عايز أرد على الناس ودي حاجة إيجابية ودي حاجة كويسة بالزبط دي منتالي العقلية تحترم دي حاجة كويسة أنا حب قوي اللي يرد عملي ده يعني ما يردش بالكلام أو بالتصريحات حب زي الأهلي كده ينتقدو يرد عملي يروح جاب جاب بطولة أفريقيا حطتها لي جنبي في الستوديو يقول لي ما تردش على حد هو الرد موجود جنبك عملي نروح لمنتخب شوية منتخب يعني طبعا عنده مباراة مهمة بكرة في ظروف صعبة شبه الظروف الأهلي خط فيها كاس العالم ولعبته كان بتلعب مع منتخب مصر منتخب بيحضر لمباراة مهمة إن شاء الله بإذن الله يعني أعتقد يعني أعتقد أنه إحنا ضمنين التأهل ولا إيه صح؟ أعتقد إن شاء الله حتى لو مع غينيا برضو بس في النهاية برضو لعبة الأهلي تسعة من لعبة الأهلي موجودين في مواسكة منتخب لسه لعبين مطش صعب قوي وعمليين مجهود رهيب كده تويد كمان يعني مش عارف إزاي ممكن حد منهم يلعب بصراحة يعني باستثناء عبدالقادر يمكن يعني خدمة حد جزء من المباراة شايف ممكن لكن البقائيين كلهم هل ممكن حد تعتقد النهاردة بيقولوا منعم وياسر هم خط الدفاع في المباراة أكيد الرجل هلعب فل تيم مش هجازف بغض النظر عن نادي الأهلي لعب لسه لعب من ثلاث يام أو يومين آه بس يعني عموما يعني شايف إنه طبيعي يعني تدريبيا هو رجل حظه حلو رجل حظه حلو إن المرش في المغرب آه فدي سهيني خد بالك منتخب تهيد آه طبعا ده غينيا فرقة جاملة دي تعبتنا جدا هنا في القاهرة فرقة كويسة طبعا لكن إنت يعني أنا شايف إنه كوالة الموجود بتاع المنتخب واللعيبة والخبرات اللي موجودة أعتلك إنها تقدر إنها تخلص المغرب بإذن الله يعني حتى تلعبت النادل أهلي تلعب أو لا أنا مش شايف إن هي خلاص يعني موضوع ثلاثة يام كفاية أو إنهم يعملوا الريكافوري أنا شايف إن هو التنبين كمان خفيف جدا ما فيش ثلاثة تامعة يومين يومين 48 ساعة عادي ممكن ممكن يلعبوا عادي ما فيش مشكلة لكن التنبين أكيد ما فيش في حاجة ما ممكن الناس اللي هي للعبة أكيد بتعمل لها وحدات معينة في التمرين بيعملوها ريكافوري مثلا طول اليوم استشفى حاجات دي كلها أكيد لعبة النادل أهلي شغال عليها يعني أنا مش شايف حد من لعبة النادل أهلي ممكن يكونوا ما تمرنوش أساسا لكن فعلا ما فيش حد فيهم صح؟ ما فيش حد اللعبة النادل أهلي مش موجودة ده اللي أنا بقوله يمكن لعبة الأطات من تمرينت مبارح النهاردة التمرين حتى لو مبارح بعد المؤتهم يعني حتى لو مبارح أكيد لعبة النادل أهلي مش هتتمرن أكيد طبعا أكيد بيعملوه وحتى لو النهاردة برضو أكيد بيعملوه الكافوري برضو ممكن يجيروا شوية حاجة خفيفة حاجة لايت كده لكن مش هيتمرنوا مع الفرقة خالص وحتت مشاركة إن هم يشاركوا أو لا أنا شايف أنها ما فيش فيها مشكلة خالص ممكن يشاركوا هذا التدريب ده اللي بيقولي بلغوني التدريب ده من بداية المعسكر في السادة القاهرة هنا مش اللي موجود في المغرب آه ده كان هنا كانت لسه طبعا لعبة لعبة الأهلي في المغرب سعيد أنا شايف أن هنا فيش فيها مشكلة مدينة عادي إن هم ممكن يلعبوا عادي وعاديين كمان الحالة النفسية بتاعت اللعبة عالية فأعتقد إن هم وصلوا لمرحلة كمان إن انت تقدر توزع مجودك على الممباراة ايه رأيك في الراجل يعني فيتوريا بقالي سنين طويلة جدا ما شفتش مدرب لمنتخب مصر آآ حصل معا حالة هدوء مش هقول يعني حصل معا في حالة هدوء بيشتغل في هدوء كده ده حقيقة شايف 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 إنه هو مركز وعمل أداء هايل والحال دلوقتي اللي بتشكل لها تقريبا اللي هي بقى كلها كسبها ما فيش أي مواراة خصارة فأعتقد إنه هو ماشي بخطة ثابتة وأنا بيعجبني المدرب اللي بيشتغل في صمت يعني من غير مشاكل من غير تصريحات من غير الكلام ده هو كورته كمان ما خليها الناس سكتة بالزبط يعني 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 فترة كله بقى يعني سواء كان وطني أو كان أجنبي كابتن حسن بدري كابتن إيهاب جلال كابتن أو ميستر هكتور كوبر ميستر كارلوس كيروش هتلاقي إنه حاملات الهجوم كانت دائما مستمرة على المنتخب وعلى الموديل الفني زي ما أنت قولت في حالة هدوغ غريبة في حالة مع الراجل ده سبحان الله فأعتقد إنه هو عماشي بخطة سابتة وأعتقد إنه هو إن شاء الله بإذن الله يعدي مطش بكرة بإذن الله بنتيجة كويسة ونضمن إن شاء الله بإذن الله الوصول للبطولة أفراكة طيب هاختار شوية أسماء سريعاً كانت وجلوم رسائل ماشي مصطفى شبير مصطفى شبير عجبني عقليته جداً هتحس إنه هو مش يعني سنه أكبر من سنه عارف وبيقول إيه وعجبني كمان مستوى في المورات اللي كانت موجودة في الكاهرة وحاجة يعني بيتمنى له إنه هو يستمر على كده وإنه هو يدوس أكتر لأن أنت محطوط في مكانه أن أنت تبقى مستقبل نادرية محمد هاني محمد هاني أتمنى له الاستمرارية في أداءه عجبني بصراحة في بطولة إفراكيا إن شاء الله بإذن الله يعني العيات اللي أنت عياتهم بارعة في المبارات الوداد دي حاجة نادر الأهلي مش هنساء لك ومجهودك كمان في المباراة في البطول العامات مش هنساء لك وإنت خلاص دلوقتي كابتن من كابتن نادر الأهلي فلازم تبقى عارف أن أنت شاير مسؤولة كبيرة حسين الشحاك حسين بصراحة أنا من أشد المعجبين بحسين حسين كان فيه ناس كتيرة بتتكلم عليه الفترة اللي فاتت لكن هو السنة دي مع ميستر كورور بدأ أن هو يرجع مستوى تاني وبدأ يرجع تاني ولكن بعض التصرفات التصرفات الأخيرة بتاعته كانت مبالغة شوية أتمنى أنه يكون هادي أكتر من كده وإنت دلوقتي من العناصر المهمة في فرية النادر الأهلي ومفروض اللي اللعب كلها بتبصلك أخيرا محمد شريف محمد شريف بتمنى للتوفيق طبعا اللعيب من اللعيبة اللي أنا بحبها واللعيبة اللي بتتحرك بشكل كويس لكن لازم تشتغل على نفسك أكتر لازم تشتغل تخصوصي أكتر لازم تشتغل على الهيدرز أكتر فأنت موجود في مكانة في نادي كبير جدا فلازم تستغل المكان اللي أنت فيه لابتنهاني نوارة الدنيا حبيبي محمي ومبروك مرة تانية على لقب نشكر الناس على المتابعة نشكر كبير جزي طبعا على وجود وعنا في السادسة واشكركم على المتابعة تحياتي لكم وتعالى نتصور مع الكاسبة وعبعة